هذه الغيبة بما كسبت أيدي الناس واحد يشعر أنه محروم واحد يشعر بأنه يمكن أن يزيل هذا الحرمان ولكن يحتاج إلى شغل واحد يشعر أنه إذا تطحر طهر هذا يتمكن يصل إلى ذلك الفيض وإلى ذلك الكمال اشقد من الأفراد حتى من الأفراد العاديين ناهيك عن العلماء الذين كان عدهم هذا التوجه واحد يجدهم قمم روحية حتى الأفراد العاديين لأن عدهم هذا التوجه في التاريخ القضية المعروفة لا أريد أن أفصلها أن علي بن مهزيار يفكر أن يلتقي بالإمام الحجة هذا الإنسان الذي يفكر أن يبدل الغيبة إلى حضور اشقد يحتاج إلى شغل هذا مو ظاهر هذا باطن الإمام لا ينظر إلى الظاهر وإنما ينظر إلى الباطن اشقد يحتاج إلى تطهير باطني حتى يصل إلى هذه الدرجة علي بن مهزيار يذهب إلى الحج حتى هذه القضية مذكورة في كمال الدين للشيخ الصدوق بتفصيلها راجعوها يروح إلى الحج حتى يلتقي بالإمام هذا أمل كثير من العلماء كان وكثير من المؤمنين وكثير منهم وفقوا لذلك هذا بحث اللقاء بالإمام هذا بحث مستقل ونالتهم عناية الإمام أما إحنا كثير منهم محرومين لأن ما عدنا تلك القابلة وهذا علي بن مهزيار اللي يفكر في لقاء الإمام اشقد يحتاج إلى مواضبة وإلى مراقبة في علم الأخلاق باب المراقبات اشقد يحتاج يطهر نفسه يذهب إلى الحاج في العام الأول والعام الثاني إلى تسوطعش عام ثم بعد ذلك في العام العشرين ينالوا توفيق لقاء الإمام أنتوا عندما تشوفون في أتباع أهل البيت صلوات الله عليهم هذه القمام الروحية الأخلاقية لأنه عندهم هذا التوجه ترجمة نانسي قنقر